طيب وصلنا إلى باب الضادي والضاء سأقرأنا نبيات إن شاء الله ثم بعد ذلك نبدأ بالشرح إن شاء الله وتعالى طيب يقول الناظر رحمه الله وتبارك وتعالى والضاد باستضالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لغى شواض كذن ظلم ظلم الظلام ظفر ننتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا ظل النحل ظرف سوى وظلت ظلتم وبروم ينظلوا كالحجر ظلت شعران ظل يظلل محذورا مع المحتضر وكنت فضا وجميع النظر إلا بويل هلو أولى ناظرة وفضل فضعته بهود والحظ للحظ على حظ الظالم وطر مع وعظت مع أفظم وصفت إلى جباههم عليهم طيب هذه الأبياد نعم نعم إن شاء الله طيب نلتقل إلى شرح مباشرة أم يقرأ بإخوة كيف ما أترى ماذا ترى يا شانا أنا ما أكوم يا شانا طيب يقرأون بإخوة بإخوة كيف ما أترى سوف يقرأون بإخوة س equivير نعم بإخوة عدن والله بإخوة عدن وخلهاhmen يواناً مريكوكوينها بيت ke 52. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وَبَدْ بِسْتِطَالَةٍ وَالْمَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الظَّعْنِي وَكُنْ لُهَا تَحْجِتَجِي مَيِّزْ مِنَ الظَّعْنِي يعني مَيِّزْ يعني حَرْتَ الظَّعْنِي مَيِّزْ مِنَ الظَّعْنِي diulangi ZA bukan JAK ya bukan Mayiz pakai ZA silahkan terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah silahkan baik ke 53 Alhamdulillah Alhamdulillah di perjalanan saya baik-baik selanjutnya Akhijaka Purnama Akhuna Humaydi Mazalafi Tariq silahkan Akhijaka Hijaka silahkan terima kasih Nusaibah Al-Jihadi silahkan Bukhati Zahir Lada Shwadu Kadmin Zalama Ulu Zalami Dufrin Dazir Zama selanjutnya Raihan Akmal Bismillah Raki silahkan Raihan silahkan Terima kasih 56 Uhti Siti Fatuna Walhati lal haddu alal so'ami wafi don wafi don nil hilaku sami ulangi 56 Uhti Fadal Fadal tak wal khodi ini ya Ustadz wal hab dilal hab oh afan 9 bacanya Fadal kaw do tum wab rumin do du kal hizri do lak su ar na do lu baik barakallah baik pengucapannya harus diperbaikin gak apa-apa baik selanjutnya yang belum firman sudah belum ya belum ya yang nomor berapa saat 57 57 57 ya ya lal nah mahturan ma'al ma'al apa ini oh ya yadlal nah mahturan ma'al muhtadziri wakunta faddan wajamia an nadhari terakhir akhi Yusuf amin sallam ila biwailun halwa ula nādira wal vayzi lal rādi wahu wahu din qāsira tul dan bismillah bismillah nd bismillah bismillah بَيْنَ مَخْرَجِ الْضَادِ وَالْضَعِ مِنْ حَيْثُ مَخْرَجِهِ وَمِنْ حَيْثُ صِفَاتِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَخْرَجِ وَمِنْ حَيْثُ الصِفَاتِ نعم بسم الله حَرِينَ رَحُمُ اللَّهُ بسيطة باب مbedakan antara الله dengan الله بسيطة باب مbedakan antara الله dengan الله مما yang harus kita lakukan adalah bagaimana membedakan dan memberikan sebuah pembeda antara مَخْرَجِ dan صفت dari kedua khurup ini مَخْرَجِ وَمِنْ حَيْثُ صِفَاتِ dari kedua khurup ini نعم شَاء الله ذكر في البت الأول قال وَالْضَادُ بِسْتِطَالَةٍ وَبَخْرَجِ مَيِّزْ مِنَ الظَّائِ وَكُلُّهَ وَبْهَاتَجِ يعني أن kalim ayina harf حرف الضاد يكون فيه صفة الاستطالة بخلاف حرف الض بخلاف حرف الض يعني أن صفة الضاد فيها صفة الاستطالة أما الض لا يوجد في صفة الاستطالة وكذلك المخرج الضاد تخرج من حافتي الأقراس العليا أما الض فتخرج من طرف اللسان مع طرف الثناية العليا فلذلك هناك فرق بين الض الضاد والضاء باستطالة المقصود باستطالة أي من حيث الصفات والمخرج أيضا من حيث المخرج ميز ومعنى ميز أي فرق بين الضاد والضاء من حيث الصفات والمخرج باستطالة 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 مقصود باستطالة مقصود باستطالة 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 ما تأتي في هذه الكلمات مثل كلمات في الضعن ظل الظهن عظم الحفظ أو الحفظ أيقظ عظم ظهر لفظ كل هذه الكلمات مثلا نأتي بالكلمة الأولى الضعن في قوله تعالى يوم ضعنكم في سورة النحل والظل أي معنى ظلا ظليلا ظللنا وهكذا الظهر قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهير وحين تظهرون عظم من العظمة يعني قوله تعالى العلي العظيم أعظم درجة وهكذا الحفظ قوله تعالى وما أنا عليكم بحفيم ولا يؤد حفظهما وهكذا أيقظ من قوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم رقود في سورة الكهف وانظر مثل الانتظار قال تعالى وهم لا ينظرون وانتظر إنهم انتظرون عظم مثل قوله تعالى وهنا العظم مني رفاة وعظام ظهر مثل كلمة وراء ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وكلمة اللفظ اللفظ مثل في سورة قا ما يلفظ كل هذه الكلمات التي ذكرنا في بيط الأول فظة لظهر وعظم الحظ وانظر 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 عظم ظهر الله كل هذه الكلمات قجات بحرف الظ وليس بحرف الض بحرف بحرف الله inti dari kalimat-kalimat yang ada di bayit selanjutnya itu adalah contoh-contoh Al-Quran menyebutkan huruf وَا menyebutkan huruf وَا في وَعْنِ وِلُّو وُخْرِ عُفْمُ عُفْمُ Tadi Syekh menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai contohnya di dalam contoh Al-Quran di surat Al-Kahfi dan selanjutnya وَعْظِر demikian juga عَضْمَ وَحْرِ dan نَحْلِ seluruhnya adalah sebuah contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan penulisan dan pengucapan artinya ini adalah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran di surat-surat tertentu yang menyebutkan kalimat-kalimat ini bukan بَا bukan بَا tetapi بَا bukan بَا tetapi بَا ini untuk memberikan sebuah penegasan jangan sampai salah menyebutkan Al-Quran di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Lovah أيضا في surat الليل نار تلظ كلا إنها لظ أيضا شواذ في surat الرحمن يرسل عليكم شواذ ظلم كظم مثل قوله تعالى والكاظمين الغيظ ظلم أو ظلم ويأتي يعني ظلم يأتي أيضا مثل الظالمين ظالم هكذا الله لا يهدي القوم الظالمين اغلظ مثل قوله تعالى الغيظ ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك أيضا ظلام مثل قوله تعالى في ظلمات لا يبصرون وكذلك أيضا ظفر قال تعالى في موضع واحد فقط في القرآن الكريم في سورة الانعام وحرمنا كل ذي ظفر كل ذي ظفر انتظر انتظر مثل قوله تعالى قول انتظروا إنا منتظرون وكلمة ظما أيضا يعني في سورة التوبة لا يصيبهم ظما قال تعالى في سورة الله وأنك لا تظمع فيها فكل هذه الكلمات أيضا ذكرا أو ذكرا فيها حرف الله حرف الله نعم baik رأيك الله demikian pula di bait selanjutnya di bait ke 54 disini adalah contoh-contoh yang menyebutkan huruf di dalam Al-Quran intinya adalah penegasan bahwa kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini di dalam Al-Quran penulisannya menggunakan و bukan menggunakan و dan hadirin Allah tadi Sheikh memberikan contoh-contoh termasuk di dalam wufur di surat Al-An'am yang hanya satu kali terulang di dalam Al-Quran kemudian intazir dan sebagainya voma dan lain sebagainya ini semua hadirin lagi adalah sebuah contoh-contoh saja bagaimana sang penulis menegaskan satu penulisan dua pengucapan ketiga jangan tertukar antara Allah dengan dan ini adalah di surat-surat tertentu yang tadi saya sebutkan dia tertulis dengan menggunakan waf nah shakana ثم أيضا ذكر أمثلة أخرى لكن في هذه الكلمات أو في هذا البيت سيجعل لنفرق بين الضاء والضاد بين الضاء والضاد قال الناظم أظفر ظنا كيف جاء عض سوا عض ظل النحل زخ رف سوا طيب قول أظفر بمعنى النصر وقد موضع ماحد القرآن الكريم في سورة الفتح من بعد أن أظفركم عليهم أظفركم ثم قال ظنا كيف جاء ظنا كيف جاء يعني كلمة ظنا وما يصدر عنها كيف جاءت في القرآن الكريم تقرأ بحرف الض يظنون ظننتم فكلمة ظنا كيف جاء يعني كيف جاءت في القرآن الكريم تقرأ بحرف الض ثم قال وعظ سوى عضين وعظ سوى وعظ يعني مثل قوله وموعظة للمتقين وعظهم سوى عضين سوى يعني إلا استثناؤنا إلا كلمة عضين إلا كلمة عضين وتقرأ بالضاد وليس بالضاء مثل قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين نعم بيك ريو dengan mengucapkan ظ dan kemudian جعلوا القرآن disini ada pembedaan وعظ سوى maksudnya adalah pengacualian وعظ سوى maksudnya adalah pengacualian pengacualian maksudnya apa disini ada kalimat عضين ada kalimat عضين menggunakan ظ tidak menggunakan ظ tidak menggunakan ظ ini menunjukkan tentang perbedaan dari hal yang lazim ditulisnya dengan ظ bukan dengan ظ menunjukkan أما كلمة الظلة النحل زخرف سوى أيضا كلمة الظلة وبتصريفاتها أيضا يعني ظلة مثل قوله تعالى ظل وجهه مسودا التي في سورة النحل وفي سورة الزخرف سوى يعني أن كلمة الظلة وتصريفاتها ذكرت في تسعة مواضع تسعة مواضع يعني أهم موضعين فيهما في سورة النحل وفي سورة الزخرف في سورة النحل وفي سورة الزخرف فهو يقول سوى يعني سوى يعني سوى حيثو كانت في سورة النحل أو في سورة الزخرف وفي سورة النحل وفي سورة الزخرف سوى مaksudnya adalah bahwa disini ada saya menyampaikan tadi ada 9 tempat ada 9 tempat pengucapan الزخرف dengan berbagai macam tasrifnya dengan berbagai macam bentuk atau perubahan di dalam bahasa Arab dan kemudian di dalam surat النحل dan surat الزخرف menjadi sebuah penekanan atau penghususan menjadi sebuah yang disoroti berkaitan penulisan الزخرف tersebut yang ada di dalam surat النحل dan الزخرف keduanya tertulis dan terbaca dengan الزخرف menggunakan ثم قال النظم وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعاران ظلوا طيب في هذا البيت أيضا ذكر النظم بقية المواضع التسعة التي في حرف الز قلنا يعني نحن ظل النحل زخرف سوى ظل يعني ظل في سورة النحل وأيضا في سورة الزخرف ثم أيضا ظلت ظلتم ظلت ظلتم ظلت في سورة طاها ظلت عليه عاكفة ظلتم في سورة الواقعة فظلتم في تفكهون وبروم ظلوا وبروم ظلوا يعني كلمة ظل التي في سورة الروم قال تعالى لظلوا من بعده يكفرون في سورة الروم ثم قال كالحجر ظلت التي في سورة الحجر يعني قال تعالى فظلوا فيه يعرجون شعران ظل ظلت شعراء التي في سورة الشعراء قال تعالى فظلت أعناقهم لها قضعين نظل أيضا في سورة الشعراء أيضا قال تعالى فنظل لها عاكفين فنظل لها عاكفين يعني ظلت شعراء نظل يعني ظلت التي في سورة الشعراء وأيضا كذلك نظل في سورة الشعراء يعني هو المقصود يا شيخ والمقصود هو يذكر في هذه الكلمات أنه يذكر الكلمات التي ذكرت حرف الظ في القرآن الكريم ذكرها النظم شيخ من الجزري حتى يفرق بينها وبين الظ نعم يا كريم الله ini adalah masih penyebutan tentang surat-surat dan penyebutan huruf ظ di dalamnya agar pada intinya tadi saya menyampaikan jangan sampai tertukar antara ظ dengan ظ dan disini contohnya adalah di dalam surat تَهَ tadi disebutkan oleh شيخ kemudian di surat Al-Waqa'ah kemudian di surat Al-Hijr سُعَرَى نَظَرْلُ disini ada di dalam surat سُعَرَى نَظَرْلُ kemudian di dalam Al-Hijr ada ظَلَت dan kemudian ini adalah kalimat-kalimat yang pada intinya saya tadi menyampaikan adalah penjagaan adalah penjagaan terhadap dari pengarang terhadap kesalahan pembacaan atau tertukarnya huruf ketika antum menuliskan atau membaca Al-Quran jangan sampai tertukar dan ini adalah bagaimana bentuk penghususan atau sebuah kehati-hatian dari sang pengarang kalau kita memperhatikan dan menghapal bahwa di dalam surat-surat ini tersulisnya dengan ظ dan bagaimana cara pengucapan serta membedakannya dengan ظ di bahit selanjutnya di bahit ke-57 masih melanjutkan pengucapan huruf-huruf ظ di dalam Al-Quran يَوْلَلْنَا مَحْظُورًا مَاَلْمُحْتَوْذِرِي di dalam surat suara kemudian di dalam surat Al-Isra kemudian di dalam فَضَّنْ غَلِظَ الْقَوْبِ di surat Ali Imran dan jami'an nazari maksudnya adalah seluruh perubahan yang berkaitan dengan dengan kata nazar jadi seluruh seluruh perubahan seluruh bentuknya baik bentuk yang bagaimana sesuai dengan bentuk ini nazar atau bentukan-bentukan lainnya sesuai dalam bentukan fi'il dan selanjutnya jami'an nazari ada 86 bentuk di dalam Al-Quran 86 kata di dalam Al-Quran dan salah satunya disebutkan di sini jami'an nazari maksudnya seluruh bentuk di dalam Al-Quran dan seluruhnya tertulis dengan vah nah macam mana teman-bentukan قال إلا بويل هل وأولى ناظرة هو قاله قبل ذلك قال وكنت فضا وجميع النظري إلا يعني كل ألفاظ التي تأتي بالنظر مثل تنظرون انظر وهم ينظرون غير ذلك كلها تقرأ بالضاد إلا في ثلاث مواضع إلا في ثلاث مواضع الموضع الأول في سورة ويل والمقصود هنا بويل أي سورة المطففين لأنها تدئت بويل للمطففين والموضع الذي في سورة المطففين قال تعالى نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة التي في سورة المطففين تقرأ بالضاد وليس بالضاد ثم قال هل والمقصود بهل هنا أي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدار في قوله تعالى نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا نظرة وسرورا لم يقل نظرة إنما نظرة وقال وأولى ناظرة وأولى ناظرة ما معنى ناظرة وأولى يعني الموضع الأول الذي في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأولى الموضع الأول الذي في سورة القيامة يقرأ بالضاب ناظرة أما الموضع الثاني يقرأ بالضاب إلى ربها ناظرة موسيقى Di dalam surat yang menyebutkan Maksudnya adalah Disitu ada pengucapan yang Tidak menggunakan Hal, demikian juga dengan kalimat hal Maksudnya kalimat hal adalah Surat Al-Insan Di sini menggunakan Di sini juga sama Bahwa di dalam Surat Al-Qiyamah Maksudnya ada dua Di situ ada yang pertama Menggunakan Yang kedua menggunakan Yang pertama menggunakan Yang kedua menggunakan Ini adalah sebuah Kehati-hatian dan sekali lagi Adalah penegasan Berhati-hatinya kita Di dalam pembacaan Al-Quran Jangan sampai tertukar antara Dengan Apalagi ada pengucualian Pengecualian yang Tidak biasa Tidak lazim Tadi ada penggunaan Ada penggunaan Dengan Yang biasanya Di tempat yang lain Tidak terjadi Yang kedua menggunakan Tidak الأنامل من الغيذ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيذ كلمة الغيذ هذه قرأت بالضاء إلا في موضعين فقط اقتصر على موضعين معنى قاصرة يعني أنه اقتصر فقط على موضعين وهذا الموضعين الموضوع الأول في سورة الرعب قال تعالى وما تغيض الأرحام تغيض بالضاد وليس بالضاء وفي سورة أيضا تغيض بالضاد وليس بالضاء كما قال تعالى وغيض الماء وقضي الأمر وستوى تعالى الجهد إذن كلمة الغيذ تغيض تغيض بالضاء إلا في موضعين يغيض بالضاد والموضعان هما في سورة الرعب وفي سورة الهود نعم في موضعك مaksudnya adalah di dalam surat dan surat Hud yang di tempat yang lain menggunakan غير tapi untuk surat dan surat Hud maka kedua surat ini bukan menggunakan tapi dia menggunakan menggunakan selamat menikmati menggunakan segmit yang ketika menggunakan cuara 1 meng свидet yang ok tookきます kita 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 ولا يحض بالضاد على طعام المسكين سورة الحق أما في سورة الفجر ولا تحضون على طعام المسكين سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين المقصود بذلك أن كلمة الحظ كلمة الحظ تقرأ بالضاد إلا كلمة الحظ التي يأتي بعدها لفظ الطعام في ثلاث موضع التي ذكرناها في سورة الحق والفجر والمعن بيك رأيك الله دسني ada kalimat الحظ لالحظ على طعام مقصودnya adalah في حدث الرسول الله kalimat الحظ الحظ menggunakan ضع لالحظ tidak dengan menggunakan ضع على طعام kecuali ketika bersentuhan dengan kalimat طعام di dalam Al-Quran kita mendapatkan tiga tempat yang antara Al-Habdu bertemu dengan طعام maka menggunakan ضع bukan menggunakan ضع maka menggunakan ضع bukan menggunakan ضع yaitu di dalam surat Al-Haqah kemudian surat Al-Fajr dan surat Al-Ma'un di tiga surat ini حدث الرسول الله tidak menggunakan ضع tetapi menggunakan ضع menggunakan ضع tadi disebutkan oleh berkaitan tiga surat ini adalah maksud kalimat والحظ لالحظ maksudnya adalah di tempat yang lain menggunakan ضع tetapi kecuali di tiga tempat tadi di tiga surat tadi dia menggunakan ضع insyaAllah طيب الموضع الأخير قال وفي ضنين الخلاف سامي كلمة الضنين التي في سورة التكوير قال تعالى وما هو على الغيب بضنين فيها خلاف ما معنى سامي يعني مشهور واضح فكلمة الضنين يوجد خلاف بين القراء منهم من قرأها بالضاء قال وما هو على الغيب بضنين ومنهم من قرأها بالضاء قال وما هو على الغيب بضنين كلمة بضنين معنى بضاء يعني بماعنى أنه متهم أنه متهم يعني وما هو على الغيب بضنين يعني هو لا يتهم في علم الغيب أما بضنين بالضاء بماعنى ذلك بالبخيل يعني الذي يبخل في ماله وغير ذلك نعم إخاريك Allah kita mendapatkan Kalimat selanjutnya مaksudnya adalah Bahwa ulama berbeda pendapat Tentang pengucapan Dhanin ini Ada yang mengucapkannya dengan Dan ada yang mengucapkan Dengan Dhan Dan dalam kalimat ini Demikian pula dengan maknanya Ada Kalau dengan Dhan Dengan Dhan Bimakna Bakhil Kemudian Tadi kalau menggunakan Ini adalah dua huruf yang Berbeda secara pengucapan Dan juga berbeda akhbi Dan ulama berbeda pendapat Tentang pengucapan Ada sebagian ulama menggunakan Dan ada yang sebagian ulama Yang menggunakan Nah, bersyukur Tidak 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 Baik Di sini Maksudnya adalah Pertemuan antara Ba dengan Ba Pertemuan antara Ba dengan Ba Maka Di sini ada Kewajiban kita Untuk Menjelaskan Secara Lazim Jadi kita Berhati-hati Dalam mengucapkan Dua huruf ini Ketika bertemu Maka Kewajiban Bagi seorang Pembaca Seorang Kari Untuk Betul-betul Memperjelas Membedakan Antara Kedua huruf ini Jangan sampai tertukar Contoh Di dalam Kalimat Al-Qadha Zahrak Al-Qadha Zahrak Al-Qadha Zahrak Kemudian Ya'aw-bu Ya'aw-bu Walimu Ya'aw-bu Walimu Ya'aw-bu Walimu Ini ada Bu Dengan Walimu Harus membedakan Antara keduanya Dengan Lazim Dengan betul-betul Jelas Memberikan Penekanan Yang memberikan Keperbedaan Dalam Pengucapan Namun Sya'ana Sama Fil-bayit Al-akhir Kala Al-Nazim Wad-durra Ma'wa'azta Ma'a'fad Tumu Wasafi Hajibah Hukum Alayhi Jami Kala Wad-durra Kalimat Wad-durra Huna Kali Yajibu An-nudhira Harf Dad La Yajuz An-nudhimu Ha'fittah Lana Wad-durra Wad-durra لابد أن نظهر الضاد نقول Wad-durra نأتي بصفة الاستطالة في حرف الضاد نأتي بصفة الاستطالة في حرف الضاد كما يعني ذكرنا في البيت الأول البيت الأول يا كرام عندما ذكر الناظم الفرق بين الضاد والضاء ماذا قال قال والضاد بصفة الاستطالة والضاد بصفة الاستطالة ومخرج ميز فهنا كلمة وَضْتُرَّ لابد أن نأتي بصفة الاستطالة حرف الضاد حتى لا يكون هناك إضحام في حرف الضاد حتى لا نقول اتطر هكذا نقول وَضْتُرَّ وَضْتُرُوَا وَضْتُرَوَا مaksudnya adalah diucapkan dulu استطالahnya memanjang kemudian ucapkan فَا dan dia tersambung seperti itu tetapi jangan sampai diirgomkan ini adalah sebuah penegasan bagaimana cara pengucapan antara الضاد yang di dalamnya adalah huruf استطالah yang dijelaskan di bayit pertama tadi berkaitan memanjangnya huruf ض memanjangnya huruf ض karena ada sifat استطالah dan bertemu dengan فَا jangan sampai diirgomkan وَضْتُرَا فَا في حرف تَ لَا لَا بُدَّا أَنْ نُظْهِرَ حرف الضاد وَنُظْهِرَ الْإِسْتِطَالَةِ في حرف الضاد ini sama adalah sebuah peringatan dari sang penulis berkaitan huruf ض dengan tak berkaitan huruf dengan tak jangan sampai terjadi sebuah sebuah idgom antara dua huruf tersebut dijelaskan وَاَوْتَ مَا أَفَلْتُمْ jangan sampai kemudian hilang istitutlahnya atau dia diidgomkan ke dalam huruf yang di depannya tidak sempurna secara pengucapan tapi harus dijelaskan وَاَوْتَ مَا أَفَلْتُمْ ini adalah sebuah penegasan kembali dia adalah intabi sebuah peringatan yang disampaikan oleh sang penulis agar kita berhati-hati dalam keucapannya nama 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 nah dan javas nama nama هكذا واضح؟ نعم 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 قال وصفها جباههم عليهم معنى وصفها يعني لابد حرف الهاء أن يكون صافيا ما معنى صافيا؟ يعني واضحا مظهرا وحرف الهاء هذا يكون في كلمتين لابد أن نظهرهما كلمة جباههم كلمة عليهم يعني لا نضغم لا نقول جباههم وهم هكذا لابد أن نظهره بصورة واضح جباههم هكذا ها جباههم عليهم لا نقول عليهم عليهم لابد حرف الهاء هذا أن يكون صافيا وصفي معنى كلمة صفي يعني أظهر من الإظهار يعني وصفها يعني أظهر حرف الهاء في كلمة جباههم وكلمة عليهم هذا المرسل في كلمة جباههم ini ada kalimat وصف فيها maksudnya adalah ها maksudnya ها disitu apa huruf ها huruf ها di dalam kalimat جباههم jadi ها di dalam جباههم ada dua ها disitu jangan sampai jangan sampai dibaca seolah-olah hilang haknya atau diizgomkan atau kurang penjelasnya mengucapannya جباههم dijelaskan عليهم jangan عليهم 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 jangan عليهم جباههم ها yang ada di dalam kalimat tersebut yang dua-duanya bersentuhan atau dua-duanya saling bersampingan saling berada di dalam satu tempat yang sama maka dia pengucapannya soffiha maksudnya soffi adalah idhar kalimat soffi ini adalah adhir atau idharkan atau jelaskan soffi maksudnya adalah adhir jelaskan secara pengucapan dua huruf ه yang ada di dalam dua kata yang ada di depannya itu جباههم عليهم namsha namsha khususan 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 bagaimana penjelasan dari saya berkaitan tentang dua huruf tadi dan juga penjelasan hal-hal yang ada di dalam pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan ini penjelasan yang berakhir di dalam di dalam bab ini ada yang ingin ditanyakan silahkan ihi rahmat firdaus silahkan terima kasih ustad assalamualaikum 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 tadi penjelasan tentang huruf bot ini ada di salah satu bahan pada kata apa tadi nazorah kalau tidak salah itu kan ada ada tiga tempat kalau tidak salah tadi yang pakai bot nah pertanyaannya contohnya pada surat al-qiyamah apakah kalau kita misalnya kurang jelas membaca botnya artinya samar antara bot dengan bot karena faktor kurang fasi misalnya apakah itu jatuh kepada lahan yang jali atau khafi apakah antara nazirah dengan nazirah itu maknanya berbeda termasuk juga al-habbu tadi apakah kalau kita secara tidak sengaja atau mungkin secara kurang sempurna menyebutkannya dengan bot apakah itu menyebabkan berubahnya makna atau apasirah terima kasih في الحروف وإذن نحن لماذا نتعلم مثل الجزري وتعفت الأطفال حتى لا نقع في الخطأ فيجب علينا أن ننتبه جيدا لهذه الكلمات وليهذه الحروف لأن تبديل الحروف من زيادة أو نبطصان يقوم في اللحن الجلي ولحن الجلي هذا حرام كما تعلمون فلذلك نحن نتعلم ونأمركم قبل أن تذهبوا إلى السنة أن تتعلموا مثل تقفت الأطفال والجزرية حتى يعني لا نقع في الآج ini yang disampaikan oleh saya bahwa ini adalah termasuk lahan jali. Kenapa lahan jali? Karena memang di sini hari rukullah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh saya. Bahwa perubahan huruf bahwa perubahan huruf yang ada di dalam Al-Quran dia adalah merubah makna dan kenapa kita membahas kemudian membaca Al-Jazariyah mempelajarinya supaya kita terhindar dari lahan jali supaya kita terhindar dari lahan jali dan agar kita terhindar daripadanya kenapa kemudian kita diperintahkan mempelajarinya dipintahkan untuk mempelajarinya karena memang ini penyebabnya. Jangan sampai kita jangan sampai kita terjebak dengan kesalahan dalam membaca jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan membaca sehingga merubah makna dan seperti yang kita ketahui saya menegaskan kembali bahwa sesuatu yang merubah dari Al-Quran ini adalah sesuatu yang haram ulama sepakat dengan hal itu maka kenapa kok kita mempelajari ini semua sederhana supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram itu yang disampaikan oleh saya berkata Allah ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain kita ada di akhir pertemuan hari ini kita akan melanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan mengakhiri pertemuan ini ada pun latihan ada pun hal-hal yang berkaitan tentang pembiasaan insya Allah semoga ada waktu lagi di pertemuan selanjutnya kalau pun tidak nanti insya Allah ada talaki maksus talaki yang maksus yang betul-betul privat dengan Syekh setelah daurah ini mohon maaf mohon maaf mohon da'a gaza dalam keadaan perang semoga Allah menyelamatkan soldat serodah kita disana terkhusus terima kasih semuanya subhanakallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wabarakatuh wabarakatuh